برحمة الله الرحيم والصلاة والسلام على الشرق المسلين سينا نبيل محمد صلى الله عليه وسلم ان شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض المحاضرة رقم 11 وان شاء الله احنا هنستكمل ما بدأنا في المحاضرة رقم 10 بالاضافة لأن احد الزملاء يعني نقول ايه قرى ما بين السطور يعني في المحاضرة اللي فاتت كنت انا اشارت لان انا هنا بحكم على طول العمود او انا اسف على العرض الصغير للعمود كنت بحسبه علشان افادي الباكليك او الادشن المومنتم من الاعمدة النحيفة واشارت الى نقطة ان شاء الله انا هتناول في نهاية المحاضرة دي هتناول الرد على الزميل الفاضل بالتفصيل باذن الله ولو ان هو سبع الاحداث في اسلوب تصميم الاعمدة لان ما برضو ان شاء الله احنا هنرد عليه باجاز شديد اه وهيبقى الرد الاشمل اه ان شاء الله ان شاء الله واشنا بنصمم العمدان نعرف اسلوب تصميم العمدان ان شاء الله احنا نستكمل مع بعض الحواقات اللي احنا بدأناه من حضر الفاتت واحنا كنا وقفنا عند نقطة اه وزن الحواقات او حسابنا طيب يبقى احنا كده بعد حساب وزن الحواقات كانت الحواقات اللي هي بارتفاع 2 مدر و 40 او الحواقات اللي هي هتبقى دروة للبالاكونات هنبدأ نكمل حسابات الاوزان متاعتنا احنا عندنا الوزن اللي هنحسبه دوقتي اللي هو اعتبر وزن البلاطة نفسيها وزن الكاميرات ممكن اخذ الاريا دي احسب المساحة اللي موجودة قدامي وبعد ما احسب المساحة دي اضربها في بوين تو فايف هيديني حجم السقف بكاميراته بس ده هيبقى تقريب شوية ايه ممكن يكون بعيد يعني احنا برضو هنحاول نحسب اوزان الكاميرات بصورة تقريبية يعني تكون قريبة للصحة بنسبة 90% و هنحسب وزن البلاطة نفسيها بالنسبة للكاميرات اللي هي موجودة هنا انا عندي فيه كاميرات ممكن تبقى 25 وعندي فيه كاميرات ممكن تبقى 12 زي الكاميرا دي والكاميرات اللي هي الحميمات المداخل و ممكن احسب الشكل كله على ان هو عرض الكاميرات فيه 25 سنتي طول الحوائق اللي احنا حسبناه للمحاضرة اللي فاتت مع بعضينا طول الحوائق نفسيها اللي هي بتخص الارتفاع 2 متر واربعين ممكن اخذه ان هو طول الكاميرات ممكن اخذه هو بيساوي طول الكاميرات يبقى احنا كده هنبدأ بحساب الكاميرات و هنبدأ نقول طول الكاميرات نفسها بيساوي طول الحوائق يبقى طول الكاميرات بيساوي طول الحوائق اللي هي كان ارتفاع الحيط عليها 2 متر واربعين قد طول هوا اللي هو 132 متر ونص قد طول الكاميرات عشان نقصد الكاميرات هنضطلها قطاع تقريب تعالوا نتكلم على القطاع التقريب للقاميرات ونشوف الكود لما بيقول لي انا هحسب سي الكاميرا دي عرض كذا لما يحط الافترضات بتاعة عمق الكاميرا نبدأ نراعي مجموعة حاجات اولا المفترض ان انا بعد ما بحل هذا المشروع سواء كان على الاساب او على الاساب او على الاتاب انا بدور دايما على الترخيب بدور على الايه بدور على دفلكشن طيب وانا بحط القطاع التقريب للقاميرات لما اراعي اللي حطه الكود المصري علشان حسابات الترخيب يبقى انا كده بقرب شوية ان انا اكون مطمئن على موضوع ترخيب مطمئن على موضوع الترخيب طب الكود المصري بيقول ان قطاع الكاميرا لما اجي احسب الدبس بتاع مستسي انا عندي كاميرا زالي القطاع اللي انا بفروضه في الاول سواء كان عرضه سواء 0.25 او 0.3 انا افترض ان هو 0.25 فيه ارتفاع كان الارتفاع بيساوي 10 البحر الخالص 10 البحر الخالص بقى ده احنا بناخد الكلمة دي منين هناخدها من الكود اللي هو ان يكون عمق الكاميرا بيساوي 10 البحر الخالص فيه فرق ان اقول بحر خالص وبحر فعال بالمناسبة برضو اه الفرق ما بين كلمة البحر الخالص والبحر الفعال عشان برضو نوضح المفهومين دول بالنسبة للزملاء البحر الخالص هو يعني انا لو عندي سينة هاخد قطاع كده عشان اوضح قطاع كاميرا هاخدو كده وزار انا لو عندي السطح العلوي البلاطة وهنا عندي كاميرا هنا كاميرا اوه 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 اللي هو السقود ده اللي هو عبارة عن الكاميرا طيب اه لو احنا بس نفعل بتاعت بتاعت هفعل بس لو انا جيت جماعة من هنا ورسمت خط ومن هنا هرسم خط الخط ده انا اعتبره هو اكسل ايه هو الاكسل بتاع الكاميرا تمام كده طيب فين البحر الخالص وفين البحر الفعال البحر الخالص هي المسافة دي اللي هي من وش الكاميرا لوش الكاميرا الجواني يبقى ده اسمه البحر الخالص يبقى انا لما بقول هنا البحر الخالص مقصوم على عشرة يبقى المفترض فيها هي المسافة الصفية ما بين الايه العمدان طيب ايه البحر الفعال الكاميرا البحر الفعال الكاميرا بناستعمله بكتير جدا البحر الفعال الكاميرا بيساوي بيساوي احد القيم اللي انا هقول عليها دلوقتي في الحضار الفعال الكاميرا بيساوي وقيمة دي يعني المسافة من ال xx يعني مش ما اقول أنا يكون عندي جماعة بحر زي ده بقول أن أنا عندي المسافة من ال xx 443 لما احسبه ألاقيه مستخدمة خمسة متر أقول له والله صح الخمس لا يبقى أنا عندي فيه شروط فيه kondition أنا بشتغل عليها يبقى البحر الخالص ده هو مضروف فيه 1 و 500 او البحر الخالص مضاف ال 2 او العمق الفعال او المسافة بين ال 3 من السنطر للسنطر على اقل تتجاوز القناتين دول عن المسافة من الأكسل الأكسل يبقى كده انا عرفت الفرق ما بين البحر الخالص والبحر الفعال نرجع له كده احنا عرفنا الجزئية دي خلاص طيب نجي نشوف القطاع التقريبي بقى بالنسبة للكاميرات احنا اتفعنا كده ان احنا هناخد ايه ان يكون الدبس بتاع الكاميرا بيساوي عشر البحر يبقى نشوف اطول كاميرا عندي اطول كاميرا موجودة حتى اعمم الشغل بتاعي هاشوف اطول كاميرا عندي موجودة فين وابدأ اقيس الطول بتاعها وقول والله انا هاخد انا متى قليل ان هي دي اكبر كاميرا موجودة هنااخد كده اللقاس بتاعها 4.44 متر الكاميرا اللي هنا دي كده انا بايس اهو كليلا وانا بايس بحره خالص هنا 4.44 متر سينا نقربها احنا نخليها دي خمسة متريب انا عندي اطول كاميرا هنا مش هتتجاوز القمسة متريب يبقى أنا عند الدبس الفعال اللي أنا هفرضه هفرضه كم صندي هفرضه 50 صن ماشي كده يبقى العمق اللي أنا هفرضه لوقتي العمق للكاميرات أنا كده فرضته كم 55 صن أنا آسف 50 صن اللي هو عشر للخمسة متر 50 صن طيب فيه كنديشن ثاني اه في كنديشن ثاني ايه هو اللي هو التعال الترخين يبقى أنا قادي فرض أنا هاخد منه ايه ها عمق القاميرات التقريب نشوف خلي بالكوا جمعة برضو حتى وأنا بعمل طريقة تقريبية برضو ونعملها كناس مهندسين نعملها كناس مهندسين العمق بالنسبة للكاميرات احنا افترض 50 سلطة في فرض تاني عشان الكود المصري هطيني حاجة بالنسبة للدفليكشن ده جدول خاص محطوط في الكود المصري بيقول لي في هذا الجدول ان انا عشان افادي حسابات الترخيم عشان افادي حسابات الترخيم واضمن ان الكاميرا بتاعتي او البلاطة بتاعتي تكون سيف بالنسبة للدفليكشن احط هذه الايه الشروط ايه الشروط ديته هي النسبة ما بين البحر الخالص وعرفنا ايه كلمة البحر الخالص مش البحر الفعال يبقى الكليرزبان بتاع الكاميرا او بتاع البلاطة بس البلاطة تكون بلاطة تكون وان وي اسلام حط كونديشن انها تكون البحر بتاعها اقل من 10 متر و بالنسبة للكاميرات عشان فيه جزء خاص بالكامير يكون اقل من 2 متر اذا زادت على كده الكود برضو مديني الناس بيقول ان الطول البحر الخالص الى التيل اللي هو عبارة عن العمق الكلية لو انا بشتغل في قطاع الكاميرا القطاع الكاميرا يبقى التيل من قاع الكاميرا لحد اعلى نقطة في البلاطة يعني لو انا جيت هنا يا جماعة بقول فين العمق الفعال بالنسبة اللي هو التيل هي المسافة من النقطة دي لا اعلى نقطة فين اعلى نقطة في البلاطة مش اخدها من هنا الهنا ما اخده سقوط الكاميرا سقوط الكاميرا يبقى غلط لان انا عندي العمق التاع الكاميرا بيبدأ من اوط نقطة الى اعلى نقطة فين في البلاطة ويمكن الكلام ده في الساب لما بنيجي مثلا الناس بتوصف قطاع الكاميرا يقول له الله بجأة حاطة مرة العمق ده اللي هو مثلا لما بجأة وصف قطاع البلاطة انا سيب افرضه 15 سنتي لما بجأة وصف البلاطة وصف قطاع الكاميرا دي يبقى معناك كده ان انا الكاميرا دي زادت يعني قطاع الخرصانة زاد هنا يبقى لما بيجي يحسب هو السلبن وين بيحسب الجزء المتداخل من البلاطة مع الكاميرا مرتين مرة حاسبه مع الكاميرا ومرة حاسبه مع مين مع البلاطة والكلام ده احنا انا نتطراركه شوية في الساب وازاي افادي نقطة ركوب البلاطة ان شاء الله مع الكاميرا وان شاء الله كل شيء هيجي في اوان ومعليش هي بس نقطة كل نقطة بتسلمني النقطة الوراء فانا بحاول ايه اشرح المعلومة اللي بتقعد طيب يبقى انا كده عرفت اللي هو العمق بتاع الكاميرا يبقى انا عندي القلل نتو لو بحرق خلاص على تيه المفروضة ما يقلش عن هذه الارقاب لو بلاطة لو كاميرا مستمرة من ناحية واحدة لو كاميرا مستمرة من الجانبين لو بلاطة او كاميرا بسيطة الارتكاز بنتبق عليها هذه الارقام طيب نشوف الحلقة اللي عندي الحلقة اللي عندي هي كاميرا كونتونوس بس كونتونوس من ناحية واحدة يعني لو انا في الانشاء سقطت الكاميرا دي بقت الكاميرا دي كونتونوس من ناحيتين فلما اجي اختر لها من الجدول اخترها مستمرة من الجانبين طيب ايوم ما كنتش ان يكون كاريتكال يعني انا عندي النهاردة الألى لنتو على التي دول ق يبقى ذلك الارتكامر طيب مستمرة من ناحية واحدة أو مستمرة من ناحيتين انا هاخد الكاريتكال البتاع اللي كان 18 يبقى انا عندي التى تثوي الال valuani على كامتاде ال vari göz حسابات illuchsان يبقى نا هاخد العمق التانى بوساوي البحر الخالص مقصومة على كاما على الـ 18. عرفنا تعرفنا الـ 18. هنأخد من دول ايهما اكبر تمام انا المتال اللي دي البحر الخالصان على الـ 18ين как اللي حنا عشان اجيب السالة عدة السابط 내 10 الاحشرة انا هسبت الرقم خمسين يبقى انا لما اجا اشوف القطع بتاعي يبقى قطع الدوامات 2.5 في خمسين طيب ده جزئية يا جزئية التانية ااه لما انا جا اوصف الكلام دى على الساب اوzhou على انا عايز اخلي الساب يا حس ان الكامرة دى متشالة على ادنا اعايز اما اجا اوصف انا عايز اخلي عيس ان الكاميرا دى هي الدهي الي شايلي مش متشالك أصبح واحس بالكلام ده من خلال جساءة القطاع لما أجTranscom دهي في الرمجuso أفرد القطاع ب jurisdiction سيكون اكبر من دي عشان يبدأ يحس ان الكاميرا دي هي اللي متشالة على الايه على الكاميرا دي يبقى انا اخلي الكاميرا دي سيج 55 سنتي وخلي الكاميرا دي 50 وممكن لو سنتي بس فتمشي يعني لو انا عندي الكاميرا دي مسلا سي انا هافرضها هو 50 اما اجا افرض دي حلال الساب افرض كام 49 طب انا عشان ما بقاش كريتك الاول انا عندي دي ختاة 50 طب ارأيكم خلي قطاع الكاميرا 55 حتى لما اجا افرض دي افرضها 52 او 53 او 54 انا لما اجا احل الكاميرا دي هلاقيني مسايف على الخمسين سنت ان شاء الله يبقى كده انا وصلت للجزء اللي انا عايز ان شاء الله اشرحه يبقى انا كده هو ايه فرض نهائي بقى يبقى فرض انا ها بفرض انا عمق الكاميرا الكل يساوي ها انا هاخده كام 55 سنتي طيب بفرض انا عمق او صمك يساوي صمك البلاطة انا هاخده 15 سنتي نفترض ان انا هاخد سمك البلاطة 15 سنتي يبقى انا عندي لما اجا احسب وزن الكاميراة لما اجا احسب وزن الكاميراة يبقى 55 او 15 هديني كم هديني اربعين يبقى لما اجا احسب وزن الكاميرات المسلحة المسلحة هتساوي بتساوي 55 نقص 15 يبقى عندي 40 اللي هو ايه 40 صمت تمام كده في خلاص انا كده جبت الايه ده اللي هو الايه العمر عرض الكاميرا نخلي دي برضه بالمتر عشان انا شغال بالمتر يبقى point four خلاص هنضربه في عرض الكاميرا point five هنضربه في يبقى كده انا جبت الايه القطع في طول الكاميرات طول الكاميرات اللي هو 132.5 132.5 بعد كده اضرب مين اضرب في الجامة بتاعة الخرصانة وجامة الخرصانة زي ما شفنا في الكود لنهي 2.5 طن على المتر المكالم كده انا حسبت وزن الكاميرات المسلحة انا كده خدت لكم التفصيل من الالف لالياء رعيت اه شرط وحطيت العنق المبدئي وبرضو عشان اه برضو احنا كناس اه انشائيين شوية بندقق واحنا بنحط الفروض دي او بنحط هزي الافتراضات بندقق شوية حتى وانا بوصف على السابق او بوصف هسيب ايه الحاجة اللي انا بعملها وطبقها هنا وانا شغال برضو في الحسابات الايه الا الى تعمل ذلك هزي بلكو هذا الرقم اللي هو بوينت فور بوينت فور في بوينت فايف في مية تنين وتلاتين مص في اه اثنين مص اه اداتني تلاتة وتلاتين طن مية خمسة وعشرين اداتني تلاتة وتلاتين طن مية خمسة وعشرين خلاص كده يا جماعة انا حسبت مين وزن ها آسف حسب توزن الكاميرات حسب توزن الكاميرات طيب انا كده جبت وزن الكاميرات المسلحة طيب نجيب وزن بقى البلطة وزن البلطة ها هيساوي ايه ها مسطح البلطة في ارتفاع البلطة اللي هو كامل احنا واخدينه من شوية عشان حساباتنا تبقى كلها ماشية مع بعض ارتفاع البلطة اخدنا خمس شرطانت احنا مزبوط كده مضروبة في اللي هي الجاما اللي هي اتنين ونص يبقى ده القانون اللي انا هسيب منه وزن البلطة اه التاريخ هبدأ احسب لوقت مساحة البلطة هبدأ خش على البرنامج بتاع الاوتوكاد واخد اه حساب اريا اهو ادي حساب الاريا وابدأ امشي على البلطة بتاعتي اهو اخدت النقطة الاولانية اخدت النقطة التانية اخدت النقطة التالتة اهو كده يا جماعة انا بفرغ السلم اهو اه اسف اللي مانور انا اسف جدا اهو اهو ارجع تاني هنا اهو كده انا بحسب الاريا بتاعة البلطة من خلال البرنامج ومن ايكونة حسابت حساب المساحات اهو الخط التاريب ده هنحافظ عليه theres تمام كده خلاص انا كده هختار اخر نقطة او لو طلق انطل على هزا يبقى اه الكلام صاحة اه كده مساحة البلاطة طلعت معايا يبقى الحساب بتاع اطلع 244 و 55 من معين وبرضه حساب المحيط يعني هو بيحسب لي خصائص هذا الشكل دي الايكونة بتاعت حساب المساحات دي ايكونة حساب الهجوم تمام فاضل لي جزئية صغيرة هي دلوقتي واحد سأني يقول لي اذا انت ما نسيت تفرغ البلاطة بتاعت السلم نسيت افرغ البلاطة بتاعت السلم بلاطة السلم سواء اخدتها في حسابات دلوقتي انا بحسب حساب تقريبي ولو ما اخدتهاش في حساباتي لها طريقة زريفة شوية لان طبعا مش معقول هيكون سمك السلم 15 سنتي هنفرغ الاريا دي نفرغ الاريا دي من الشكل يعني هقول له احسب لي مساحة السلم بس اهو هاخد السلم لوحده كده بره اهو يبقى دي مساحة الايه السلم طلعت 12 متر و 7% ساحة السلم 12 متر و 7% يبقى انا هاخد السمك السق في البلاطة بتاعت السلم ممكن توصل ل 18 سنتي وهحمل عليها الوزن كمان لان انا عندي المخدة بتاعت السلم او البلاطة بتاعت السلم برضه ارتفعها 15 يبقى طلعها 15 على صفر يبقى انا عندي فيه سبع سنتي ونص سبع سنتي ونص و18 يبقى ممكن اضرب السلم بتاعته على او ممكن نضربه على يبقى هنطلع كده نقول كده خلاص احنا حطينا للقانون العام بنسبة لنا يبقى انا عندي مسطح البلاطة هيساوي يبقى خلاص كده انا هحسب بقى وزن البلاطة اه هنفتح عشان نطرح مساحة السلم اهو متين اربعة واربعين خمسة خمسة ده المفروض ان انا هطرح منه ها مساحة السلم السلم حسبناه اتناشر انا فرخت مين دلوقتي انا فرخت مساحة السلم مضروبة في ارتفاع البلاطة اتفاع البلاطة مضروبة في مين في الجاما اللي هي اتنين ونصف كده انا حسبت اول جزء من البلاطة خلاص نحسب السلم السلم اللي هو اتناشر بوينت او فايف اه سبن ااسف ها هنضربه في التخانق المقابلة لي اتفاعنا هناخدها بوينت سري بوينت سري مضروبة في الجاما اتنين ونصف اتنين ونصف خلاص يبقى نجمع دول نحسب ديل واحدية ونحسب ديل واحدية نجمعهم على بعد كده حب انا جبت وزن ايه البلاطة برضو هندرب لكم الارقام دي اربعة واربعين اتنين اربعة واربعين اتنين اربعة واربعين اتنين 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 اه نطرقها في اتنين نصف طلع ان وزن البلاطة سبعة وتمانين طن طن وطمنتاشر من مين اه حساب السلم اتناشر بينترقو سلم مضروبة في وينت سري مضروبة في اتنين ونصف طلع اه تقسعة وخمسة من مين تسعة وينترقو فايف يبقى كده نقدر نطلع وزن البلاطة الاجمالي خلاص انا حسابته على كزا حاجة وقطعته يعني كزا مرة هنجمع السلم هه نجمع مساحة السلم اه وزن البلاطة السلم زائد الوزن بتعمينها البلاطة بتاعت يبقى اه تسعة وينترقو فايف زائد تمانين سبعة وينترقو فايف تطلع ستة وتدسعين تلاتة وعشرين مليمين ستة وتدسعين تلاتة وعشرين مليمين الكلام ده طبعا طبعا يبقى كده انا خلصت وزن البلاطة عرفت ازاي احسب وزن الكاميرا الاسف الحوائد هيا حدين كاميرات وزن الكاميرات المسلحة اهو عشان بس الميزون في عندي اللي هو وزن الهيطان اهو عشان بابضو يبقى اي اتميز يبقى انا عشان حاج معدول كله مصد الاركم دي كلها اقودها وابمحهم على بعض طيب فاضلي ايه فاضلي حمولة التغطية بتساوي كام؟ احنا هناخدها بالنسبة للمشروع هنا حتى بالنسبة اه اه احنا بنعمل نمزاجة للمشروع ان شاء الله على السعب او السيف هناخدوا بهذه الارقام اللي نبحسبها هناخد الحمولة الحية الحمولة الحية اه اه بتساوي بالنسبة للحمولة التغطية برضه عشان ما ننساش المهم خالص اه ده على المتر المصدر ده على المتر ايه المصدر طيب هنا حمولة اه اه لايف لود احنا طبعا حسبنا اه اه او قلنا على كسافات اه مختلفة بالنسبة للحمولة الحية اللي هي بوي انتوه بالنسبة للغرف وبالنسبة للصالة والبلكونات وما الى ذلك اه حسبنا لوحده اقدر احسب مساحة الغرف لوحدها اخد الصالة زائد السلم زائد البلكونات لوحدها هو دي واجمع الايه الكلام ده كله على بعضه فانا عشان افادي النقطة دي هقول ان الهمولة الحية اللي انا هحسب عليها هنا هي وماشي عشان بس ايه يعرفين الرقم ده انا اجابه منين يعني اه ايه يبقى خلاص يبقى انا اخدت كده دي اللي هي الهمولة الحية اللي انا هاشتغل عليه دي طن على المتر المسطط طيب كده احنا اه حسبنا تقريبا اه كل حاجة نخلي بالنا ان ده وزن بالطن وده بالطن انا ما حدش يجمع لي ده على ده لا لان انا هاخد وزن ده هو هقسمه على مين ها هقسمه على في النهاية خلاص على مساحة الايه البلاط ومساحة البلاط احنا جبناها ها وركزت ان انا احطها اجمالي ها طيب اه فضل انا كده حساب وزن الاعمدة وزن الاعمدة طيب بالنسبة ليه الاعمدة برضو عشان كان فيه زميل فاضي كانت سأل سؤال ضرور كده هو يعني زي ما تقوله ايه اه اه اخد كده ما بين السطور بالنسبة المحاضرة اه اولا برشال المحاضرة اللي فاتت اقولت جماعة عشان افادي الباكلينج ومحسبش الامة اقدرش همال اه احط اللي هو اللي يكون طول الحر للعموم انا ما بقولش طول الامبعاج لان ده هيبقاله قصة تانية خالص اه انا بقول ان الطول الحر للعمود مقسوم على البعد القصير للعمود المفروض ان ده يكون اقل من او سوى خمستاشر عشان يبقى العمود ده شرط يبقى العمود ده ايه ها شرط فهو بعت وبيقوللي ان اه اه المفروض ان انا بقى احل المنشأ بتاعي وبشوف الطول الحر اللي بعد ما بصمم يعني العمود اه بعد ما بصمم العمود الطول العمود ويammentت المناسبة البعد الساعة وبطلع نسبة اسمها لمrimination هذه الل elector دي اسمها نسبة النحافة ونسبة النحافة دي ان كانت kinda i can اقل من خمستاشر يبقى لها التعامل ان كانت اقل من عشرة هو هنا بيقوللي انك انت لما كنت اشتغالت انت ضربت في集 McLuhan على طول والمفروض انك انت كنت تضرب في عشرة المفروض اضرب في عشرة طب امت اخذ الخمستاشر وامت اخذ العشر هاش راح يكون زي دي برضو ردا على الزميل وبرضو عشان احنا ماشيين ايه بتسلسل الكلام اللي جاننا هيا بالنسبة للخمستاشر او العشرة اذا كان العمود بتاعي مقيد هو الزميل اللي كانت بها لي هنا سيناها اضرب بعد كده اضربتها في خمستاشر وهي قيمته في القود للاعمدة المقيدة يعني بيقول لي اذا كانت العمدة مقيدة انت بتاخد الرقم ايه خمستاشر بيقول لي بس الاعمدة اللي انت بتشرحها اللي انا بتكلم عليها دلوقتي بس العمدة هنا غير مقيدة لعدم وجود حقوق قصة او غيره وبالتالي نستخدم القيمة التالية وهي على عشرة كلام حضرته صح جدا جدا انا لما بصمم المشروع ده او بتكلم عليه انا دلوقتي بس بدي اشتراطات التخيص بالنسبة لايه لارض وخمسة عالي وانما اللي بنجي اعمل مودل زبق جواساب وانشتغل على الساب مش هعمل ده وبعدين هعمل شيرغول وده انا هشتغل المنشأ ده بالاعمدة بتاعته وهبدأ احط الشيرغول اللي انا محتاجها وهصمم البرج يعني وانا شغال على الساب او على البرامج الانشائية انا هصمم البرج فانا بحط هنا الافتراضات كامل لو قاني عملت الحوات طب نناقش الجملة اللي كتبنا الاخ الزميل بالنسبة للكود البصري بالنسبة لموضوع الاعمدة وانا بعتزغ يعني انا بخرج من بس احنا كده تقريبا قربنا نخلص خالص اللي هو حساب التقريب الوزن الاعمدة وهنبدأ نخش في حسابات الاعمدة التقريبية بلا حجام بتاعتها ونحطها يعني جزئة صغيرة خالص للفضلال هنا فانا هبدأ اخش على الجزئات تاعت الاعمدة وجزئات الاعمدة ببساطة شديدة بيقول لي ان كان عندي منشأ زي اللي قدام ده زي اللي قدام ده اللي اعمدة كلها اعمدة هيا اعمدة حرة يعني ايه عمود اشتراطات العمود في الكود المصري اشتراطات العمود في الكود المصري ان يكون المسافة ما بين اطول بعد فيه واقل بعد فيه لا تزيد عن خمسة لا تزيد عن خمسة يعني لو انا عندي العمود ده 30 العمود ده عرضه 30 يبقى اكبر طول ممكن اخذه للعمود هو واحد ونصه في الحالة دي ده هنسميه عمود طيب لو دي 30 وخليت دي انا 155 ده ما بقاش عمود ده بق اسمه حائط خلصان يابقى فيه فرق ما بين عمود وما بين حات طيب ما الشرط التاني عشان اسمي ده عمود غير ان انا اقول ان الطول ان الأل بتاع العمود هو الطول الاكبر لعمود على الطول الاثر آآ برضو ما زد شع наконец برضو ما زد شعhi إن بعد عندي فينا شرط عشان اسمي دوت ايه حالت عمود طيب أنا عندي هنا في المشروع ده أنا حاطت كله عمده إمت أقول العمدان دي مقيدة وإمت أقول غير مقيدة إمت أقولها مقيدة نقول إنها مقيدة إذا كان المبنى ككل مقيد إذا كان المبنى ككل مقيد ونقول إنها غير مقيدة إذا كان المبنى ككل مسبت أو مقيد طيب إزاي أحكم على المبنى أو على المنشأ إن هو مقيد إنشأيا أو غير مقيد إنشأيا بالنسبة لنا المباني في هنا أنا جاب لكم جزء قوائز خاص المقود إمتى أعتبر المبنى مقيد جانبيا وإمتى أعتبره غير مقيد جانبيا المبنى ده إذا كان فيه شيرول إذا كان فيه شيرول والشيرول دي لازم نكون لها شراطات خاصة المبنى ده أعتبره مقيدة وبالتالي هأعتبر العمل ده مقيدة إذا انتفى هذا الشرط عن هذه الحوائط اللي نحطها الشيرول اللي موجودة تبقى العميدة دي عميدة غير مقيدة والمبنى غير مقيد جانبيا بنعتبر المبنى مقيد إذا كان مزود بعناصر تدعيم خلصانية مستمرة بكامل المنشئ بكامل المنشئ يعني ما نعملش تخفضات ما قلشنا عند الحطة ده 30 فوق أخده 25 فوق أخده 20 فوق أخده كذا نحاول يا جماعة الحوائط نحليها كتخة حسابة من الجراوند فلور لحد الطفلور من أعلى نقطة في المبنى إلى أعلى نقطة في المبنى ومستمرة بكامل حوائط على مستمرة بكامل التفاع المبنى بحيث تكون موزعة توزيعا متماسلا في المسقط الأفق كلمة متماسلا دي هنشرحها بالتفصيل لما نيجي نقول ما هي أفضل أماكن لوضع الشرور بيقول لي إن كان المبنى بتاعي أربع طوابق وأكثر وإذا كان المبنى بتاعي أقل من أربعة لذلك أنا هاعتبر المبنى مقيد إذا حقق لي هذا الشرط إن تكون الألف بتساوي الـ HB مقسومة على منضروبه في الجزر التربيعي الـ N على سيجما ER الألفة تكون أقل من ستة من عشرة إذا كانت الألفة أقل من ستة من عشرة والمبنى بتاعي طبعا أربع طوابق أو أكثر يبقى المبنى ده مبنى مقيد إذا كان المبنى أقل من أربع طوابق بطبق هذه المعادلة هي المعادلة اللي فيه بس الـ Condition بيختلف يقول لي إنها بتتراوح من 0.2 زائد O.1 N هي عبارة عن ارتفاع الكل للمبنى فوق الأساسات N هي أحمال التشغيل المؤثرة على المبنى على جميع الأناصر الإنشائية السيجما E مجموعة جسئات الحواقت بس في الاتجاه موضوع الاعتبار في الاتجاه موضوع الاعتبار ولما هيبق عندي منشأ والمنشأ ده عليه فرصة جانبية من ويند بريشر أو من الزلازل وحنحسب كل حيطة كل حيطة من حواقت المبنى تشيل قد من الحمل اللي جاي ما هي كل حيطة لحسب الجسائق هتبدأ تشيل من الحمل اللي جاي ونشوف اشتراطات الحيطة ونطبق اشتراطات الحيطة والكون هنفهم قوي معنة العبارات دي إنما أنا حبيت أنوها عليها بس عشان أرد على الزميل ومشكور على ملاحظت الدقيقة فمحسب قيمة الأرف جاءت اللي في الرنج والمبنى أربعة ضور فأكثر يبقى مبنى مقيم إذا كان أقل من أربعة يبقى مبنى مقيم إذا تخطت القيم له يبقى هذا مبنى غير مقيد جانبيا وبالتالي ينطبق عليه الاشتراطات الأتي الزميل نسبة النحافة التي تكلم عليها الأخ الزميل ويقول قيمة اللمبة قيمة اللمبة نحسب ها بالتفصيل طول الانبعاج مقسومة على العرض القصير العمود ولها معادلة عامة المعادلة العامة المعادلة العامة إن اللمبة تساوي اله اللي هو طول المعرض طول العمود المعرض طول الانبعاج مقسوم على الآية إيه الآية ديت هنبدأ نخش على جزئية صبيرة في العمدة طبعا الكلام ده إن شاء الله هرجع له بالتفصيل في شرح الأعمدة طول الانبعاج إزاي بحسن اللي هو انا بنقول ايه مقسوم على القلم عشان عمود ده اح Given بحسن ان ان كان مقيد جانبيا gäbe جانبيا منaked الانبعاج الانبعاج المقيد تع glo في حلقة العمود طول المعرض للانبعاج ويساوي ligh حر العمود مضروبة في مفتع قصبين سيفن زائد دونت اوفايف مضروبة في الف وان زائد الفة طو والكلام ده لازم يكون اقل من او يساو الشروط اللي هو الارتفاع الحر للعمود او المعادلة دي انا باخد الاصغر من دون يبقى انا عندي طول الانبعاج بطبق المعادلة دي بطبق المعادلة دي وباخد الاصغر منهم الالفة من دي يا جماعة هي الاقل من الفة واحد والفة طين ايهم اقل طب الالفة دي بتتحسب ازاي الالفة ديت لها علاقة وهي سجما اي سي في الاي سي على الاتش مون مقسوم على سجما اي سي في الاي بي على ال ال بي طبعا اه هنا انا بحسب الجساءات في الاتجاهين بحسب الجساءات فين في الاتجاهين الاتش مون ترتفاع العمود الفة منموم والالفة اللي هي القيمة الصغر من الفة واحد والفة اتنين الفة واحد دي لها قيمة في الكود المصري وهي موصفة بتلات حالات او اربع حالات على ما وهي في حالة صب العمود ماليسيا مع الكاميرا يعني لها أكتر من كونديشن وهنشوفه وهنشوف قيم ألفة واحد وقيم ألفة اثنين لما نشرح العمودة بالتفصيل بس أنا حبيت أنهوه بس على جزئية لألا لأخذ الفضل لأنها جزئية مهمة إذا كان العمود مقيد إذا كان العمود مقيد هذه النسبة لأنا كلمت عليها المرة اللي فاتت قمنا خمستاشر وهو قال لا أنا مفروض أخذ عشرة لأن المبنى ده غير مقيد أنت كلام حضرتك صح إنما أنا وأنا بقول خمستاشر لأن أنا حصمم البرج مش حصمم الخمس تدور وإن شاء الله بإذن الله تعالى نرجع لجزئية بتاعة الأعمدة عشان ننهي هذا الموضوع يبقى أنا كده حفظ قطاع العمدان قطاع العمدان تقوى وزن الأعمدة هاخد قطاع رفل للعمود وأضربه في قطاع العمود المفروض في ارتفاع العمود الحر العمود طبعا لما جاء أحسبه بقى مرة يا جماعة هحسبه إيه؟ أنا لما جاء حسبت القامرة حسبت القامرة الأخيرة يبقى لما جاء أخذ وزن العمود هاخد اللي ارتفاع الكليير للعمود اللي ارتفاع كلي هو تنين متر واربين زي ارتفاع المبنى بالصفل ها صح كده؟ طيب مضروبة فيه عرض العمود الصغير اتنين ونص أنا أسف مضروبة فيه الوزن أنا أسف اللي هو الطول التاني ده هاضربه في مين؟ هاضربه فيه الجامع بتاعة الخراصانة اللي هي اتنين ونص المو أنساش أضرب فيه عدد الأعمدة نطلع على الرسم ونشوف عدد الأعمدة عدد تسعة عشر ستاشر ستاشر سبعتاشر ستاشر ستاشر عشرين وواحد وعشرين اتنين تلاتة وعشرين عمود يبقى أنا هاضرب فيه ثلاثة وعشرين وحطلع اه وزن اه 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 دي بتساوي اتنين ضيونة اربعة في ضيونة في اتنين مموس في تلاتة واشتين. اه طلعت اربعة وعشرين طن ومية وخمسين. اربعة وعشرين طن. طيب كده انا حسب وزن العامدة كل الكلام ده انا بحسبول ايه? بحسبول ده واحد. نبدأ بقى نشوف الوزن الكل بقى الوزن الكل للدور اه انا بحسب كده الوزن الكل للدور هيساوي مين? هيساوي وزن العمدان صح? اه اه اخدت وزن العمدان ابدأ ااخد وزن ها وزن البلاطة الاجمالي. انا كده ادي وزن عمدان وده وزن مين? ها وزن البلاطة. نطلع على وزن الكاميرات. الكاميرات تلاتة. تلاتين. زائد. خلصت الكاميرات فاضل يمين? فاضل للحيطة. اه راح اتفين بقى الحمولة الحية? الحمولة الحية حمولة تقطيع هنضفهم شبكة لان دول موزعين للمتر المصابق. صح كده يا جماعة? موزعين للمتر المصابق. يبقى انا حاج مع دول كلهم اللي هما اربعة وعشرين بوينت واحد خمستاشر زائد ستة وتسعين تد عشرين من مية زائد تلاتة وتلاتين مية خمسة وعشرين زائد ستة سبعة بوينت اتنين بتساوي مية تسعة تسعين تن. مية تسعة وتسعين بوينت سبين او فايف. طيب. كده انا حسبت المين? اه انا حسبت له الدور. انا حسبت الدور. تمام? اه اه يبقى كده هو نقول ناخد وزن الدور كله اللي هو مية تسعة وتسعين بوين سيفن او فايف. كل ده هقسمه على مين? هقسمه على. ها مسطح الدور عشان اجيب المسطح الدور اهلا انا حسبناه لانا كنت متعمد وانا بحسب احسب احسب لايه اجمالي المساحة ومتسنسوش انا فرغت مين بس انا فرغت مناول هنا بس. يبقى انا عند اتنين اربعة اربعة زيرو خمسة خمسة. كده انا هجيب الحمولة دي بالنسبة لمنها? بالنسبة للمتر مسطح. يبقى انا هقسم دي على امتين اربعة واربعين بوينت فايف فايف. طلعتلي اه تقريبا بوينت او. او بوينت اتنين وتمانية. تمام. يبقى ديه طلعتلي كده على المتر. المربع. نبدأ نشوف بقى اجمالي. ها. حساب المتر. همولة. نقول همولة. المتر. المسطح. بتساوي. تساوي مين? بتساوي. بوينت اتنين تمانية. زائد لايف لووت زائد الكفر. تمام كده اللي هي خمسة عشر. ايه اللي هي بوينت فور. يبقى نجمع على ديت. بوينت فور. هي بقى هتديني. اه واحد واثنين وعشرين من المية. ايه واحد واثنين وعشرين من المية. الكلام ده طالع ايه? طالع ليه? المتر المسطح. هي بقى ده طن على. المتر. المسطح. كده انا وصلت ليه القيمة اللي هتيجي مين? من الضغور الواحد. انا اركز كده معا بعض عشان ما ننساش حاجة. دي من الضغور الواحد. يبقى. المساحة دي. هخش على عمود. انا هديكم موديلس بس او نموزك. هقول. انا عندي العمود ده. والعمود ده. والعمود ده. هبيدا اشيل قدر معين من البلاطة. عمود زي العمود الطرف ده. حاجة اقاكس. ها. 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 اكس الكاميرا بتاعته. وهنا ااخد اكس الكاميرا بتاعته. هنا ااخد اكس الكاميرا بتاعته. دي منبنى. ابدأ اقفل هذا الشكل. اهو. خلاص. اه امد الخلط ده لتحت. عشان اجيب الاريال اللي بشكل. يبقى انا عندي العمود ده هو. لما اجي احسب الاريال اللي هياخدها هو. اهو. من النقطة دي. النقطة دي. نقرب شي عشان بس. ونقلتش. ونقل له. قال لي والله العمود ده بيشيل. سبعة متر بوينت خمسة ستة. ايه ايه? ايه انا افترض سبعة وستة من عشرة. انا هاخد العمود ده كموديل بس يا جماعة. موديل ده بس. اه سبعة وستة من عشرة. يبقى انا هقول كده هو. حمولة. العمود اللي انا لسه كنت محدده من شوية. دي بتساوي. بتساوي. سبعة وستة من عشرة. اللي يمسحته. مضروبة في. ها. الحمولة للمتر المسطح اللي هي اون بوينت تو تون. اهي. مضروبة في. في عدد الادوار. بشتغل على الخمس ادوار احط دي خمسة. بشتغل على ست ادوار. هالعشة ادوار احط دي ايه? عشرة. انا افترض ان احنا اه هناخدها مرة للخمسة ومرة العشرة. يبقى مضروبة في واحد اتنين من عشرة. في مرة الخمسة ادوار. يبقى في الخمسة ادوار هشيل معايا ستة واربعين طن. ستة وطلعتين من ما هي. ده طن. طن. ده الكام? خمس. ها. ادوار. طبعا دي هتتضرب في اتنين. لو هيشيل عشرة ادوار. بيبقى ده هشيلي. اتنين وتسعين طن. بوين هسيبن. طن. ده عشرة ادوار. تمام? كده انا عرفت القيمة التقريبية اللي هيشيلها العمول. بالشيء قريب من الدقة. بالشيء قريب من الدقة. على اساس هذا هحط الايكويشنز بتاعة العمول. اصمم عمول تصميم مبدئي على الاكسل. واخد الارقام بتاعة العمدان اللي هتطلع. وابدأ اعمل مضفة على هذا الشكل. ان شاء الله ده هنستقبله المحاضر القادمة. واسأل الله تسير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.